مرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة من القدس.com المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياد منصور يقول عشية تصويت الجمعية العامة الخميس على ترقية مكانة فلسطين في المنظمة الدولية من كيان إلى دولة بصفة مراقب إن الفلسطينيين لن يتسرعوا في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية إذا قبلت ترقية وضعهم لكنه قال إن السعي إلى مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة سيظل خيارا ويبدو أن الفلسطينيين على يقين من نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا للحصول على ترقية وضعهم ومن شأن هذه الخطوة أن تعترف ضمنيا بقيام دولة فلسطينية مقتل 34 شخصا في دمشق الأربعاء وإصابة 83 بجروح جراء انفجار سيارتين ملغمتين في منطقة جرمانا في شرق العاصمة السورية والتي يسكنها الكثير من الدروز والمسيحيين الفرين من العنف إلى مناطق أخرى ووصفت وكالة أنباء السورية الرسمية سانا الانفجارين بأنهما إرهابيان وهي الصفة التي تطلقها عادة على مقاتلي المعارضة الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشرطة المصرية تطلق غازات مسيلة للدموع الأربعاء على متظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير في القاهرة وعضو بارز في المجلس العسكري الأعلى الذي أدار المرحلة الانتقالية في مصر منذ تخلي الرئيس مبارك عن سلطاته حتى تسليم الحكم للرئيس محمد مرسي بعد انتخابه يقول إن مرسي غير قادر على الخروج من المطب الذي وقع فيه بسبب إصداره إعلانا دستوريا يوسع صلاحياته ليس أمامه غير الرجوع عن ذلك القرار طائرات حربية سورية تشن الأربعاء خمس غارات جوية على مدينة معارة النعمان في شمال غربي البلاد ترافقت مع معارك عنيفة بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية عند المدخل الجنوبي للمدينة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ائتلاف المعارضة السورية الجديد يعقد اجتماعه الكامل الأول الأربعاء في القاهرة لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية وهي خطوة ضرورية لكسب تأييد العربي والغربي لثورتهم على الرئيس بشار الأسد وقد دعت قطر الائتلاف إلى إرسال سفير له إلى الدوحة ويجتمع الائتلاف المكون من ستين من دوبا قبل مؤتمد لأصدقاء سوريا الذي يضم عشرات من الدول التي تعهدت بتقديم دعم غير عسكري في معظمه للثورة لكنها تشعر بالخلق من ازدياد نفوذ الإسلاميين في صفوف المعارضة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن بلاده وحلف شمال الأطلسي سيبحثان الأربعاء احتمال نشر صواريخ باتريوت قرب حدود تركيا مع سوريا أخيراً في هذا الموجز مياه الفيضانات تحاصر بعض سكان بلدات عدة في ويلز وإنجلترا وتغطي الشوارع ما دفع رجال إطفاء الحرائق ومتطوعين إلى العمل على إنقاذهم وقد دهمت مياه الفيضان حوالي ألف منزل في إنجلترا وويلز حسب ما أعلنته وكالة البيئة البريطانية ووضع نحو 350 موقع مساء الثلاثاء تحت الإنذار من الفيضانات وعانت بريطانيا في السنوات العشر الأخيرة من الأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات وكلف أحدها في صيف 2007 شركات التأمين ثلاثة مليارات جنيه للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com طابت أوقاتكم وادمتم بخير تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر